جرى اتصال الانهاتفي بين سعدة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والسيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود التي تبذل لوقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة وأكد سعادة وزير الخارجية على دعم مملكة البحرين المبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار مؤكدا على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء معربا عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبدلها مصر في هذا الخصوص من جانبها كد وزير خارجية جمهورية مصر العربية على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة والعمل على استئناف جهود السلام بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيقة ترجمة نانسي قنقر